أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث يرحمة للعالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم إخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وعظم الله لنا ولكم الأجر ونحن نواكب مسيرة الإباء مسيرة سيد الشهداء ونرفض إخواننا وزملائنا الخطباء بهذه الوقفات الجلية التي يكون هدفها رفع مستوى الخطابة ورقي الخطابة الحسينية إلى أعلى وأسمى ما يتصوره الناس حتى تكون صورته صورة لائقة للجميع نطل عليكم من قناة الطليعة المباركة هذه القناة التي عاوذتنا على أن ترفدنا بهذه البرامج النيرة والهادفة والتي يكون الهدف منها الفائدة التي يكون منها الهدف إن شاء الله خدمة الدين الحنيف وخدمة الإسلام بصورة عامة أسلفنا في حلقاتنا أو في وقفاتنا الخطابية الماضية على أهم نقاط موجودة في الخطابة الحسينية وهي أننا عرفنا هذه الصناعة وأعطينا أبوابها وقلنا أنها تعرف بأنها فن مشافهة الجمهور وإقناعهم واستمالتهم إلى الرأي الذي يطرحه الخطيب وقلنا أيضا أن الخطابة عمود وأعوان فأما العمود فهو العمدة التي يستند عليها الخطيب في طرحه وبيانه إلى المادة وأما الأعوان فهي المفردات أو الجزئيات التي تكون فيها شرح تفسير الآية أو بيان لقول النبي أو المعصوم في الموضوع الذي يريد أن يطرحه ثم يتسلسل في الدخول إلى قضية سيد الشهداء عليه السلام كل هذه أعطيناها في الوقفات السابقة من الحلقات المقدمة إليكم اليوم نصل إلى جزء مهم بهذه الحلقة والذي إن شاء الله من بعد هذه الحلقة والتي تليها ندخل إلى بحث الأطوار وكيف يدخل الخطيب إليها هناك أركان في الخطابة الركن الأول والذي حري بالخطيب بالخطيب أن يكون منتبها ملتفت إليه وهو المخاطب المخاطب قلنا جليا وسابقا أن المخاطبون عقول شتى المخاطبون يعني أفكار متعددة لا يستطيع أو لا يمكن للخطيب أنا حينما أقول لا يمكن إلا أن تكون له المكنة العالية في إيصال وطرح وجهة النظر التي يريدها الخطيب سواء أن تكون وجهة نظرة مرتبطة بقضية إسلامية أو مرتبطة بقضية سياسية أو مرتبطة بجانب تعليمي أو مرتبطة بجانب التنمية البشرية يعني المواضيع الموضوعات شتى فهذه طبعا تعتمد على رصانة الخطيب وقوة بحث الخطيب والخطيب قلنا إذا لم يكن معدا مهيئا مبوبا لما يريد أن يقوله وقد ذكرت هذا في الوقفات السابقة أن أساطيننا من أهل الخطابة أمثال الدكتور الوائلي والشيخ باقر المقدسي ومن سار على هذا الخط من الخطباء يعني كانوا يبوبون وكانوا يعني يضعون أهداف كانوا يحددون ماذا يريدون أن يقوله فحينما يقول أولا أول ركن من أركان الخطاب المقومات الثلاثة وهو المخاطب المخاطب منه خلنا شوف الله تعريف الشارح في هذا المعنى يقول وهو الموجه إليه الخطاب من هم هؤلاء الموجه إليهم الخطاب طبعا هم الجمهور أو هم الخصم في المفاوضة والمحاورة لاحظ ماذا أعطى للجمهور يعني الآن يريد يبيلك الشارح يقول لك ترى أنت يا أيها الخطيب حينما ترتقي على أعواد هذا المنبر المبارك أنت الآن أمام خصوم الخصوم منه مثلا حينما تريد أن تقرأ آية من القرآن الكريم يجدر بك أن تكون حافظا لنص الآية الكريمة أنا حقيقة في يوم من الأيام كنت حاضرا في مجلس وقرأ أحد الخطباء آية قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ماذا قال فضلا من ربهم ورضوانا أحد الجالسين بجنبي يعني بينه وبينه شخص واحد قال لسيدنا أعتقد يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذه مهمة هنا يحتاج للمخاطب إذا كان الجمهور خصما له يجب أن يكون متسلح متسلح بماذا؟ بقراءة التلاوة يعني أنا اليوم أريد أقرأ آية هذه الآية أولا أحفظها حفظا دقيقا ثانيا أحفظ جميع ركائس هذه الآية ثالثا الشواهد الشعرية بيانات مقام هذه الآية لأنها بمواجهة جمهور يعني إحنا الآن نريد له الخير فحينما يقول من هو الخصم في المفاوضة والمحاورة؟ الجمهور فهذا واحد من الجمهور التفت قال سيد الآية ما تقول فضلا من ربهم وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذه واحدة وكذلك حصلت أنا من الناس أنا من المتكلم معك لا أقول لك أنا بقمة الكماد الخطابي أبدا إنما أنا خادم لخدمة الإمام الحسين سلام الله عليه أنا وقعت في هذا المأزق بسبب تقصيري لقراءة القرآن بس هذا شوقت؟ هذا قبل 25 سنة يعني كنت أقرأ القرآن وأنا أقرأه سواد يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لكن لما تأتت إلي الأمور وسار ركب المسيرة العلمية فهمت مخارج الحروف حسنا مو درس قرآني ولكن أقول أول شيء يجدر بالخطيب أن يكون ملما متهيئا له هو حفظ النص القرآني يعني أنا أريد أقرأ ودائما ينصح أهل يعني أهل السير أو أرباب المنابر القدامى ينصحون بأن إن شاء الله أنا راح أضمن حلقة أمطيك فرد يعني فرد ضابطة أو فرد قاعدة وسار عليها الخطباء يعني دائما يعتاد القارئ أو الخطيب على أن يختصر الآية أنا في يوم من الأيام كنت حاضرا مجلسا لأحد أساتذتي ألا وهو المرحوم الدكتور الشيخ على الساعدي رحمة الله عليه فلما بدأ المحاضرة قال بسم الله الرحمن الرحيم قو أنفسكم فقط لا يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا فقط قو أنفسكم ف يعني صلت الضوء على موضوع الوقاية كيف تكون فقلت له شيخنا لماذا هذا الاختصار قال لأجل أن تعم الفائدة وهذه إن شاء الله أتناولها في وقفات فقصدي أول خصم يكون للجمهور هو المتلقي الذي يحفظ القرآن فحري بالخطيب أن يكون ملما بماذا بآيات القرآن أو نصوص القرآن حتى في بحثه اللي يكتبه حتى في البحث الذي يكتبه والذي هو يعني يكون بضاعة مقدمة إلى الجمهور شكوا آية راح يستشهد بيها من خلال بحثه يهيئها مثلا ذكر الزكاة حينما يريد أن يذكر الزكاة كون الآية حاضرة ذكر الجهاد كون آية الجهاد حاضرة يعني يهيئ بضاعته إلى الناس يكتبها كتابة فهنا يقول العلماء ما قيده أو ما دونه قر وما حفظه فر ما يبقى بعد إذن المخاطب وهو الموجه إليه الخطاب وهو الجمهور لاحظ فيكون خصما لك خصما موعدو لكن خصما يقاضيك على نسيان الآية مثلا أو ذكر حديث غير مقبول أو مثلا تأتي برواية آحد يعني تفكر أن الجمهور يعني أنا أشكت يعني كثيرا ما رأيت أن زملائي الخطباء يعني يحرجون إذا يدعون إلى قراءة في مكان فيه محفل علمي بالعكس والله أنا أتوق المحافل العلمية لأني في المحافل العلمية أشعر بأني أخرج جميع لاحظ نوادر الخطابة أخرج إليهم خصائص ما أعطتني إياه مدرسة الإمام أمير المونين سلام الله عليه اللي هي النجف الأشرف وسائر حوزاتنا الأخرى في قوم ولبنان والبحرين وفي كل مكان يعني الناس ترى تتوق إلى الخطيب الملم بهذه المعلومات فإذا المخاطب جاي حاورك في الآية أو الحديث أو الشاهدة الشعرية طيب الحاكم الثاني وهو الذي يحكم للخطيب أو عليه إما لسلطة عامة له في الحكم شرعية أو مدنية أو لسلطة خاصة برضى الطرفين إذ يحاكمانه ويضعان ثقتهما به وإن لم تكن له سلطة عامة شوف هسا هذا الآن الموضوع يخدم من؟ يخدم الإخوة أئمة الجمعة في صلاة الجمعة صلاة الجمعة وخصوصا لدينا في العراق لاحظوا أن ما يخرج إلينا بصلاة الجمعة كيف يكون فيه اتزان وكيف تكون فيه ضبط بالمعلومة وكيف يكون فيه رصانة وكيف يكون موثقا وخارجا من منصوصات ومدلولات شرعية إذن هذا الموضوع يخص الأخوة أئمة الجمعة وأئمة الجمعة إن شاء الله أضمن حلقة خاصة طيب الناظرة من الناظرة الناظرة وهم المستمعون المتفرجون من الذين ليس لهم شيء إلا تقوية الخطيب أو توهينه كيف يعني مثلا أكو خطيب يحاول أن يشد الناس إلى موضوع وتسمع واحد يصبح صلوا على محمد وآل محمد مثلا من يعرف شون المعنى ينقل لي أحد الخطباء يقول لي أنا في يوم من الأيام أقرأ في محافظة من محافظاتنا العزيزة فقلت فلما دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المسجد وإذا بعبد الرحمن يفلق هام الإمام يقول هذا رسول الله صلوا على محمد الامام فلقت هامه فإذا الناظرة مستمعون متفرجون زين ما هي وحدة السيطرة على الناظرة وحدة السيطرة تكون مبنية ومرتكزة على ثقل شخصية الخطيب شلون ثقل وشخصية الخطيب أنا شرحتها للأخوة الطلبة في معهد الإمام الحسين في الأعطيفية وكذلك في حوزة الإمام الصادق عليه السلام وهم أن يتابعوننا قلت أن هذا يرتكز بالدرجة الأولى على قوة شخصية الخطيب لأن هذا بنوع من أنواع الاستمالة ينظرون إلى شخص الخطيب كيف يكونوا هادئاً كيف يكونوا جالساً يكلموا من يعني الخطيب طبعاً هاي فيه آليات الخطيب إن شاء الله هاي أيضاً هم تحتاج إلى حلقة لكني أمر بها على هذه العجالة وإن شاء الله الفائدة عم يعني كلما كان الخطيب متزناً كلما كان الخطيب واثباً كلما كان الخطيب واثقاً من نفسه لاحظ استطاع أن يكسب رؤى الجمهور استطاع أن يكسب نظرة الجمهور فإذن المستمعون هم المتفرجون الذين ليس لهم شأن معتهم مشكلة المستمعون يردوه من الخطيب مادة لاحظ إلا تقوية الخطيب أو توهينه مثل أن يهتفوا له أو يصفقوا باستحسان ونحوه حسب ما هو عادت شعبهم في تأييد الخطباء ومثل أن يسكتوا في موضوع التأييد والاستحسان أو يظهروا توهينه بهتاف أو نحو ذلك إذا أرادوا توهينه والنظارة عادة مألوفة عند البعض شلون يعني؟ هنا هاي الشغلة جداً مهمة وهي أنه أحياناً شكل الخطاب كيف يكون؟ يعني نوع الخطاب موضوع الخطاب كيف يكون؟ يعني أنا تارتين أخطب في الصحن الحيدري في الصحن الكاظمي في هذا المكان حري بي أن أراعي مسألة النظارة يعني أضع في ذهني قاعدة استيعابية للمستوى الموجود للمستوى المطلوب يعني الآن أنا أدعى في فاتحة مجلس فاتحة جابوني تعال أقرأ للثالث أنا ما مستعد أسول فيهم على فرويد وكريسي مورسيون وغيره ولا مستعد أن أحكينهم على الأنشطة الرياضية ولا مستعد أن أتكلم أكل بعض يلومني يقول ليه السيد شكوبي ونجمع الناس يا أخي هذا عدة ميت هذا عدة ميت والميت عزيز على قلبه وهو جايبك جزء من أجزاء تسكين الجراح تسكين الآلام فما محتاج منك أنه أنت تبدأ بمقدمة ثم القوريز ثم موضوع ثم تتسلسل بالمصيبة وينتهي الموضوع زين؟ لكن إذا دعيت إلى الجلسات الخاصة اللي هي أيام عاشوراء أيام عاشوراء خروج الإمام مسير الإمام وصول الإمام مناظرات الإمام ثم المقاتل تبدأ الليلة السادسة والليلة السابعة والثامنة وحتى المقتل الحسيني هاي كل تكون واضحة الصورة هاي كل تكون واضحة يعني وجلية عند الخطيب ليش؟ يعني لكي لا يقع يعني أنا أتذكر أن أحد الخطباء اتصل بيه كنت أقرأ في البحرين واتصل بيه أحد الأخوة قال مولاي اليوم مش قدم محرم قلت له الليلة ثلاثة قال سيدني صير نعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام؟ قلت له عمي موسى بن جعفر بخمس وعشرين رجل قال الخطيب اليوم اللي عندنا جابه قرأه على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فأنا من باب الاستحسان والفضو يعني من باب النصيحة ذهبت إليه سلمت عليه قلت له شيخنا ليش الشكيل؟ قال سيدنا هم الأئمة حالة واحدة حالة واحدة شلون؟ غير عندنا القول المناسب المكان المناسب فتبين لي أن هذا الرجل إلماماته ضعيفة أو عملية تجميع الموضوعات مو يعني عملية تقدر تقول بها مكنة و بها مكانة عالية لا يحتاج أن يعني يضاف إليه بعض الأمور فوفق الله تبارك وتعالى أن أضفنا إليه هذه الحالة وسوينا له كراس عمل يعني أنه في اليوم الأول ماذا يقرأ الثاني إلى العاشر ثم يتوالى بهذا المعنى فإذا المستمعون أحاول أصنفهم مجلس فاتحة إلى صورة خاصة مدعو إلى أيام عاشورة له الصورة العاشورائية أنا مدعو إلى قراءة شهر رمضان شهر رمضان كله آيات وكله شروحات وكله يعني بيانات جلية يكون مقامها يعني متفق ومتوازن مع ماذا؟ مع المناسبة المطلوبة الحقيقة أعتقد أن هذه الوقفة إلى هنا وأتوقف عندها إلى أن أأتيكم إن شاء الله بحلقة جديدة أو بوقفة من وقفات من برية من بعد ما أوجزنا حقيقة أركان الخطابة وقلنا هي أركان الخطابة المقومة ثلاثة أمور هو الخطيب لاحظ وبعد إش عدنا؟ عدنا طريقة الكلام بعد والنظارة اللي هم الناس إش أسولف إلهم؟ يعني الخطيب ومقوماته من حفظ القرآن وحفظ الرواية والنصوص بعد والمخاطبون منهم؟ من هم؟ أمزجتهم؟ وضعهم؟ جلستهم؟ أين يكونون؟ ثلاثة عملية محاورة الناس إلى أن نلتقي إن شاء الله بوقفة من وقفاتنا المنبرية في خدمة مسيرة سيد الشهداء وفي خدمة الدين الحنيف إلى أن نلتقي ووقفة جديدة إن شاء الله